دكتور استعملت إسي تالفرام عشرين مرتاز بين 15 ولم أستفد وبدأت بتركها كم مدة أعراض انسحاب شكرا جزيلا أعراض الانسحاب والله يعني أنت أهم شيء لازم لمن أنت توقف هذه الأدوية ما توقفها مباشرة إذا وقفتها تدريجيا المفروض أعراض الانسحاب تكون قليلة يعني مثلا أنت عندك إسي تالفرام عشرين مليغرام ومرتاز بين 15 تريد توقفهم تبدي بواحد توقفه فتبدي مثلا تقلل الإسي تالفرام من عشرين إلى عشرة لمدة عدة أسابيع وبعدين تقلل إلى خمسة تمام وبعدين توقفه وبعدين تقلل المرتاز بين إلى سبعة ونص من 15 إلى سبعة ونص تستمر على هذا الشي فتسبوعين إلى أربعة وبعدين توقفه لازم توقف دوة واحد ولازم في كل وقت يعني ما تسوي لاثنين سواء ولازم تقلل نفسك أسابيع حتى يكون تدريجيا وبالتالي أعراض الانسحاب تكون قليلة إذا أنت فأنت استخدمتها لمدة ستة شهر أي والله لازم تقللها أعراض تدريجيا بس أنت قلت أنه يعني إذا وقفتها مباشرة أعراض الانسحاب والله تختلف يعني قد تستمر إلى أنا أقول أسابيع قليلة يعني ممكن قد يكون أربع أسابيع بس أكون مرضى ممكن أنه يستمر عندهم أعراض الانسحاب ممكن ست أسابيع أو ثمان أسابيع ما نعرف بالله فلذلك الأفضل أفضل أنه دائما لما تريد تقطعها للأدوية اقطعها تدريجيا وبإشراف طبيب